المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتلي يتهم جهات داخلية بالعمل على عرقلة التقدم نحو الانتخابات الرئاسية وتعميق الأزمة السياسية في ليبيا في ثاني إحاطة له إلى مجلس الأمن الدولي حذر باتلي من تعرض ليبيا لخطر التقسيم في حال إطالة أكبر للفترة الانتقالية إن إطالة أمد المرحلة الانتقالية من شأنه أن يجعل البلاد عرضة للعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ومن الممكن أن يهدد بانقسام البلاد الدبلوماسي السينيغالي طالب الأطراف الليبية بالتخلي عن الخطاب التصعيدية وتغليب الحلول السياسية لتعجيل الخروج من الأزمة يتوجب على جميع الأطراف أن تمتنع عن أي خطوات قد تقوض وقف إطلاق النار وبهذا الصدد أود أن أحث المجلس على التأكيد لجميع الأطراف بأن اللجوة إلى العنف والطرهيب لن يكون مقبولا وبأن حل الأزمة الليبية ليس الحل العسكري المبعوث الأممي سجل في إحاطته تعثر تنفيذ خطة سحب القوات الأجنبية من الأراضي الليبية الذي قد يعجل بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار أشعر بالقلق جراء عدم إحراز تقدم في تنفيذ خطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية ولابد من أن تعيد الأطراف الليبية التركيز على بدء عملية الانسحاب بمجب خطة العمل هذه إحاطة عبد الله بطلي أقامت الحجة على الأطراف السياسية الليبية المطالبة ببذل جهود أكبر لإعادة الاستقرار إلى الدولة الليبية عبر تنظيم انتخابات تنبثق عنها مؤسسات شرعية ممثلة للشعب الليبية ترجمة نانسي قنقر